حرفيا الفيديو ده فيه كمية معلومات كتيرة كل معلومة هتفيدك حتى لو انت مش محتاجها دلوقتي المطلوب منك هو التركيز للآخر ولو في معلومة معقدة مش عارف تفهمها اسمحها زي ما هي وركنها في الزاكرة العشوائية وأنا متأكد أنك هتفهمها بعد كده المهم ما تخليش معلومة واحدة تضيع عليك باقي المعلومات وأهلا بحضراتكم في المختصر المفيد وهنتكلم النهاردة عن المفاصل وخصائصها وأنواحها المفصل هو عبارة عن مكان اتصال أي عضمتين أو أكتر ببعض وبيتم تصنيف المفاصل لنوعين رئيسيين النوع الأول اسمه سينوفيال جوينتس اللي هي المفاصل الزلالية والمميز في المفاصل الزلالية هو وجود تجويف بيفصل بين العزام وبعضها والنوع الثاني اسمه سوليد جوينتس المفاصل الصلبة وده مش بيحتوي على أي تجويف وفي المفاصل الصلبة العزام بتتصل ببعضها بوسطة نسيج اسمه connective tissue اللي هو النسيج الضام في المفاصل الزلالية قلنا أهم ما يميزها هو وجود تجويف مفصلي صغير موجود بين العزام اللي هو الarticular cavity بالإضافة إلى هذا التجويف المفاصل الزلالية بتحتوي أيضا على مجموعة خصائص مميزة أولا هو وجود طبقة غضروفية اسمها highline cartilage الطبقة الغضروفية دي بتغطي السطح المفصلي للعزام المشاركة في هذا المفصل ثانيا السينوفيال جوينتس بتحتوي على حاجة اسمها joint capsule ودي عبارة عن محفظة أو كابسولة بتتكون من غشاء زلالي داخلي اسمه inner synovial membrane وغشاء لي في خارجي يسمى outer fibrous membrane وتعالا نعمل مقارنة سريعة ما بين inner synovial membrane والouter fibrous membrane الموجودين داخل السينوفيال جوينتس الغشاء الداخلي اللي هو السينوفيال بيتصل بحدود المفصل الداخلية بين الغضروف والعضم وبيحيط بالتجويف المفصلي من الخارج اللي هو الarticular cavity والinner synovial membrane هو كسيف اللوعية الدموية واللي بتفرس سائل زلالي أو synovial fluid وبيتم ترشيح السائل الزلالي داخل التجويف المفصلي وبيعمل حاجة زي تليين أو تشعيم الأسطح المفصلية للعزام علشان يمنع تآكل العزام وين أمثلة synovial membrane المهمة هو أن في أكياس أو جيوب مغلقة بتتكون خارج المفاصل فبتكون حاجة اسمها سينوفيال بيرسي أو تندونشيس السينوفيال بيرسي عبارة عن أكياس زلالية بتكون موجودة بين التركيب وبعضها زي مثلا بين الأوطار والعزام أو بين الأوطار والمفاصل أو بين الجلد والعضم ودورها أنها بتقلل الاحتكاك ما بينهم أثناء الحركة والتندونشيس عبارة عن غلاف يحيط بالوطر وبرضو بيقلل من الاحتكاك الغشاء الثاني اللي هو الفيبروس ميمبرين الغشاء اللي في الخارجي في المفاصل الزلالية بيتكون من طبع سميكة من نسيج الضغم ودوره أنه بيحيط بالمفصل ويسبته أجزاء الفيبروس ميمبرين ممكن أنها تدخن وتكون أربطة علشان تضيف تثبيت أكتر للمفصل ودي كانت المقارنة بين الغشاء الداخلي والخارجي في المفاصل الزلالية وبرضو من خصائص المفاصل الزلالية هو وجود بعض التركيب أو الهياكل الإضافية زي مثلا الفات باتز والتندونز وزي مثلا الأرتيكولار ديسك واللي عادة بيتكون من مادة اسمها فيبرو كارتريج اللي هو غضروف ليفي الأرتيكولار ديسك بيمتص قوة الضغط اللي على المفصل وبيتكيف مع التغيرات اللي بتحصل في سطح المفصل أثناء الحركة وبيساعد في توسيع نطاق الحركة اللي المفصل يقدر يعملها تصنيف المفاصل الزلالية أو السينوفيال جوينتز بيكون عن طريق حاجة من اتنين يا إما عن طريق الحركة أو عن طريق الشكل نمسك كده حاجة حاجة الأول عن طريق الشكل بيتم تصنيف المفاصل الزلالية بناء على شكل الأسطح المفصلية إلى سبع أنواع النوع الأول اسمه بلين أو فلاد جوينت اللي هو المفصل المنبسط أو المسطح والنوع الثاني اسمه هنج جوينت اللي هو المفصل الرزي والنوع الثالث اسمه بيفت جوينت اللي هو المفصل المحوري والنوع الرابع اسمه By Condeler Joint مفصل سني اللقم اللي هو فيه لقمتين والنوع الخامس اسمه Condeler أو Ellipsoid Joint اللي هو المفصل البيضوي والنوع السادس اسمه Saddle Joint مفصل السرج اللي على شكل سرج الحصار والنوع السابع والأخير هو Pull and Socket Joint مفصل الكرة والتجويف ده كانت تصنيف بناء على شكل السطح المفصلي وهنتكلم عن كل واحد بالتفصيل لكن نوضح الأول تصنيف المفصل الزرالية بناء على الحركة وبيتم تصنيف المفصل الزرالية بناء على حركتها إلى ثلاث أنواع النوع الأول هو Uniaxial أحادي المحور والنوع الثاني اسمه By Axial سناي المحاور والنوع الثالث والأخير اسمه Multi Axial يعني متعدد المحاور على سبيل المثال مفصل الHinge Joint من النوع Uniaxial بينما مفصل البول أنت سوكت جوينت من النوع Multi Axial متعدد المحاور نتكلم بقى شوية عن أقصر الأجزاء تشويقا وهي الأنواع السابعة للمفاصل الزرالية اللي صنفناهم بناء على شكل الارتكولر سيرفيس النوع الأول هو المفصل المسطح بلين أو فلات جوينت وده بيسمح بالحرقات الإنزلاقية ومثال على كده مفصل الأكروميو كلافيكلر جوينت اللي هو المفصل الموجود في منطقة الكتف النوع الثاني هو المفصل الرزي اللي هو الHinge Joint بيسمح بالحرقة حول محور واحد بشكل عرضي ده غير أنه بيسمح بالتاني والإمداد ومثال على كده مفصل الكوع اللي هو قلبو جوينت النوع الثالث هو المفصل المحوري Bivet Joint بيسمح بالحرقة حول محور واحد بشكل طولي وبيسمح أيضا بالدوراء زي مفصل الأطلانتو أجزيال جوينت اللي هو المفصل الموجود بين الفقرة الأولى والتانية العنقية النوع الرابع هو المفصل ذو اللقمتين بيكنديلر جوينت بيسمح بالحرقة حول محور واحد مع دوران محدود حول المحور الثاني زي مفصل الرقبة اللي هو ال Knee Joint النوع الخامس هو المفصل البيضاوي كنديلر أو الإبسويد جوينت بيسمح بالحرقة حول محورين بزوايا قيمة على بعضهم البعض فبيسمح بالتاني والإمداد والتقريب والإبعاد والدوران ولكن بشكل محدود زي مفصل الرزغ اللي هو الرست جوينت النوع السادس هو مفصل السرج Saddle Joint وده بيسمح بالحرقة حول محورين بزوايا قيمة على بعضهم البعض وبيسمح بالتاني والإمداد والتقريب والإبعاد والدوران ومثال على كده مفصل الكربوميتا كربال جوينت الموجود في أكبر أصابع اليد وهو الإبهام واللي اسمه الصامبة والنوع السابع والأخير هو مفصل الكرة والتجويف Pull and Socket Joint بيسمح بالحرقة حول وحاور متعددة ومثال على كده مفصل الفاغض اللي هو Hip Joint نيجي بعد كده للنوع التاني من المفاصل بشكل عام وهي المفاصل الصلبة Solid Joints المفاصل الصلبة بتوصل بين العزام وبعضها بحيث أن بيتم تثبيت العزام في المفاصل الصلبة بوسطة Fibrous Connective Tissue اللي هو نسيج ضم ليفي أو بوسطة غضروف وغالبا بيكون غضروف ليفي Fibro Cartilage حركة المفاصل الصلبة بتكون مقيدة ومحدودة عن المفاصل الزلالية ويتم تقسيم المفاصل الصلبة لنعين نوع اسمه Fibrous Joints اللي هي مفاصل اللي فيها ونوع تاني اسمه Cartelogeneous Joints مفاصل غضروفية المفاصل اللي فيها بتشمل ثلاث مفاصل السوتشارز والجنفوسيز والسينديسموسيز السوتشارز هي المفاصل الموجودة بين عزام الجمجومة والجنفوسيز هي المفاصل الموجودة في الأسنان والسينديسموسيز زي المفاصل الموجود بين الريديس والألنا في منطية الفور أرم أما بالنسبة للمفاصل الغضروفية فبتشمل مفصلين Synchondrosis وسينفيسيز مفصل السينكوندروسيز بيكون عبارة عن طابعة غضروف موجودة في مركز نمو واتصال الرأس والجسم في العظام الطويلة زي مثلا الفيمر والمفصل الثاني هو السينفيسيز وده بيحصل بين عظمتين منفصلين بيربطهم ببعض طبقة من الغضروف زي البيوبك سينفيسيز في منطقة الحض والإنترفرتبرال ديسك الموجودة بين الفكرات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة